اشهد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اشهد بالانجازات التي حققها فريق بحرين ميردا للدراجات في مشاركته خلال موسمه الأول للسباقات العالمية للدراجات واعتلائه لمنصات التتويج في طوفي إسبانيا وإيطاليا جاء ذلك خلال استقبال اسمو الشيخ ناصر بن حمد الرعاة الرسميين للفريق من الشركات والمؤسسات التي قدمت دعمها من أجل تشريف الفريق في المحافل الدولية وعكس صورة مملكة البحرين المشرقة على خارطة الدول العالمية المنافسة في بطولة العالم للدراجات الهوائية وخلال اللقاء أكد سموه بأن ثقته التي أولاها للفريق كانت في محلها وأن الوعد الذي قطعه لجلالة عاهل البلاد المفدة على تشريف البحرين والترويج لها في المحافل الدولية عبر مشاركة فريق بحرين ميردا في المسابقات العالمية قد تحقق من خلال اعتلاء دراجي الفريق لمنصات التتويج في أول موسم يشارك فيه الفريق وضف سموه بأن التغطية العالمية البارزة لإنجازات فريق بحرين ميردا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية كانت ملفتة للغاية كما دعا سيط البحرين في وسائل الإعلام عبر رعايتها للفريق من خلال مشاركته لعدد من السباقات التي حقق فيها نتائج كبيرة في طواف إسبانيا وإيطاليا إلى جانب مشاركته المتميزة في عدة طوافات وأكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد بأن التركيز ينصب في المرحلة القادمة على اعتلاء منصة التتويج في طواف فرنسا للدرجات الهوائية باعتباره أهم وأقوى السباقات على مستوى العالم الذي سيبرز الوجه الحضاري للبحرين عالميا وأن تحقيق الإنجاز في هذا السباق تحديدا سيضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة لفريق بحرين ميردا ولفت السمو إلى تنظيم البحرين لأحدى جولات السباق العالمية في الموسم القادم سيكون عنصر جذب بالغ للأهمية في المملكة نظرا للعوائد الكبيرة التي تستفيد منها البحرين في جميع النواحي عبر سموه عن تقديره للشركات ومؤسسات القطاع الخاص الرعي للفريق على مشاركتهم في صنع الإنجاز الذي تحقق خلال المشاركة الأولى باعتباره سباقا تاريخيا في سباق الدرجات العالمية موسيقى 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 اشتركوا في القناة مع دول العالم والمنافسة مع اكبر المؤسسات والشركات اللي تمثل هذه الفرق ففي الشق الرياضي وخاصة في رياضة الدراجات يعني حولنا الحلم الى حقيقة ومن حقيقة الى انجاز ومن انجاز الى الحمد لله فوز وصدارة يعني هذا الفريق اللي كان استلهمنا الفكرة منه ان احنا ننجز بتشكيل فريق محترف للدراجات يمثل مملكة البحرين في كل دول العالم يشارك في اكثر من 200 سباق حوالي الكرة الارضية يمكن لاحظتوا انتم في التقطية الاعلامية خاصة تقطية الاعلامية الاجنبية والدولية يعني انها قطت الكثير وتحدثت الكثير عن فريق مملكة البحرين الفريق هذا لانه صار نفس من الاعجوبة بالنسبة لعالم الدراجات احنا انشأنا فريق من الصفر وحاولنا نكسر كل الحواجز الاعتيادية قالوا لنا مستحيل لكن احنا نعرف ان اذا في عزم ننجز ان شاء الله فكان المستحيل ان احنا ننجز فريق من الصفر نجمع دراجين من كل دول العالم وثم نوصل على طول المرحلة الاعلى في سباق الدراجات لانه في قبل هذه المرحلة اللي احنا شاركنا فيها مرحلتين تحت هذه المرحلة ولازم من واحد يتخطى ويوصل هذه الخطوات الى ان يوصل اعلى المستويات لكنه بثقل هذا الفريق بالاسماء الموجودة فيه بالخبرات الموجودة فيه الحمد لله كسرنا كل الحواجز وصلنا في المقدمة اتذكر انا وعجلات الملك ان احنا رح نفوز رح نصعد المنصة من اول سنة ولله الحمد فزنا وصعدنا المنصات من اول سنة وهذا الفريق في تقدم وتشكيله كان سريع وحنا ما نعتقد ان احنا نقدر نأدي يعني بالصورة المطلوبة من اول سنة لكننا أدينا افضل من ما توقعنا الا ان احنا خلصنا عقود وقعنا تفاقيات مع لاعبين جدد يمثلون هذا الفريق فمعنات الفريق هذا ان شاء الله بعد رح يكون اقوى وافضل وانجازات ان شاء الله رح تزيد طبعا نبارك لصعب السمو الشيخ ناصر على هذا الانجاز والفريق يعني حديث منشأ وفي خلال فترة قصيرة استطاع ان يرفع اسم البحرين عاليا ونبارك لهم هذا الانجاز ونشكر جميع الشركات التي ساهمت وتدعمت هذه الفعاليات وكل التوفيق لهم ان شاء الله طبعا انجاز الفريق انه هو يحصل على المركز الثالث في سباق ايطاليا جيرو ايطاليا والمركز الثاني في سباق اسبانيا وهذا لين من يعني اعرق السباقات بالنسبة حق الدراجات في اوروبا اضافة الى السباق في فرنسا فهذه انجاز كبير سمعنا اليوم انه هو اول مرة في تاريخ رياضة الدراجات انه فريق في اول سنة من تأسيسه يحصل على هالانجازات في اول سنة من تأسيسه فهذه انجاز يشرف المملكة وصراحة يأتي من نظرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ورؤية للرياضة ورؤية الرياضة كيف ايه تكون اداة لرفع الوعي عن المملكة وترويجا للمملكة وطبعا هذه من اهداف مجلس التنمية الاقتصادية مشاركتنا احنا من ضمن الداعمين لهذه المبادرة من سمو الشيخ ناصر هو من اساس الى خلق توعية كبيرة عن المملكة ومن ضمن او من اجل يعني استقطاب الاستثمارات فاحنا سعيدين مشاركتنا مع الفريق ونأمل ان شاء الله ان يكون فيه نجاحات اخرى في المستقبل القريب لا شك ان الانجاز اللي تم خلال هالفترة القصيرة شي يعني يثلج الصدر الدخول ويا ناس وتنافس مع ناس معاصرين هذه الرياضة لسلامات طويلة مثل هاي شركات التأميل الفرنسية اللي عندها فرق من زمان وانا تحصل البحرين على ذي المركز لا شك انه هذي فاخر لنا جميعا واعتقد ان البحرين تقدر تسوق نفسها عن طريق الرياضة الرياضة يفهمها الجميع ويشوفها الجميع فلذلك اظهار وجه البحرين الحضاري انه نكون احنا في مقدمة هذي الاشي ان شاء الله واحنا طبعا الكل اظن يدعم مثل هذي الرياضة اللي على الاقل انه نوع يديد حتى في البحرين تبتدي الحين مثل مسابقات للسرطان ويعلمون الشباب عليها والعالم ترى متجه الان الى البايسيكلز اللي احنا الصين تحولت فاعتقد هذي حتى تثغيفية فيها